في سياق منفصل بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى الرئيس إيغور دودون رئيس جمهورية مالدوفا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إيغور دودون